ازاك يا جماعة امنين اي انا محمود نبيل وده فيديو جديد وخليني كده اقولك في الاول ان الفيديو ده يبقى اعبارة عن مقارنة او ايه الفرق بين ريدمي نوت 9 اس وريدمي نوت 9 برو وريدمي نوت 9 العادي حوار الاسماء الكتير بتاعهم ده وهل لو انت بتفكر تشتري تليفون من التليفونات دي هل في بديل ليه هم اللي تشتريهم على طول واسعار المتوقعة لريدمي نوت 9 العادي وريدمي نوت 9 برو وهينزوله امتى مصر بس في الاول كده احبب اقولك لو انت عاوزت تعرف رأيي والاسعار المتوقعة ومعاد نزولهم في مصر امتى والف بديل لهم ولا لأ اصب لك رقم ديئة هنا على الشاشة تقدر تروح له على طول لو انت مش حاب تكمل الفيديو او مش حاب تشوف المقارنة معنا بس قبل اي حاجة ده يا صاحب يا ريت تنزل تعمل لايك وتعمل سبسكرايب لقناة تحت لو انت اول مرة تشوفني وتفعل زر الجرس عشان وصلك فيديوهاتنا الجديدة اول بأول اتابعينا على حسابي على الانستجرام وسطلوك الرابط بتاع التسكريبشن تحت اول وصف ويلا يا معلم عشان ما تقولش عليك خلينا نبدأ على طول وهي خلينا نبدأ معا كده يا معلم بأول حاجة والتصميم فبنسبة لريدمي نوت 9 اس وريدمي نوت 9 برو فهوما نفس التصميم بالزبط نفس السجب او الخرم اللي موجود في الشاشة من قدام ونفس شكل الكاميرات من ورا وانا اتكلمت عن التصميم ده قبل كده وقلت ان انا شايفه كويس والتصميم ده ازواء بيختلف من شخص لشخص اما بالنسبة للريدمي نوت 9 العادي فهو اللي جاي مختلف شوية السجب اللي كان موجود في منتصف الشاشة في ريدمي نوت 9 اس او ريدمي نوت 9 برو اتنعل لجنب الشاشة زي الريلمي 6 وكمان البصمة اللي كانت موجودة في زرار الباور في ريدمي نوت 9 اس وريدمي نوت 9 برو اتنعلت لظهر الجهاز والمربع بتاع الكاميرات بقى مستطيل طويل كده عشان يقدروا يحطوا البصمة فيه وبرضه انا شايفي ان هو تصميم كويس جدا وحاجة عصرية مش وحش وما قلت لك برضه لتاني مرة تصميم ده ازواء بيختلف من شخص لشخص وخلينا نتقل بقى معاكم التاني حاجة وهي الشاشة فبالنسبة لشاشة الجهاز فالتلاتة بيجوا بشاشة فول اتش دي بلص يعني تقدر تشغل فيديوهات لحد الف وتمانين اما بالنسبة لحجم الشاشة فريدمي نوت 9 اس وريدمي نوت 9 برو جاي بشاشة ستة وسبعة وستين من مية انش اما بالنسبة لريدمي نوت 9 العادي فهو جاي بشاشة ستة ونص انش اصغر منهم شوية بس مش الفرق الكبير يعني بس التلاتة كلهم نفس الجودة وهيدوك اداء مرض جدا ونروح بقى معاكم التالت حاجة وهي المعالج فبالنسبة لريدمي نوت 9 اس وريدمي نوت 9 برو فالاتنين جايين بمعالج واحد من شركة سناب درجون هو الاسناب درجون 720 جي والمعالج ده هيديك اداء كويس جدا ومرضية انا اتكلمت برضه في فيديو سابق عنه وقلت ان هو معالج جاي بمعمارية 8 نانو متر يعني انت هتاخد توفير في البطارية واداء كويس في المعالج ده اما بالنسبة للريدمي نوت 9 العادي اللي جاي بمعالج من شركة ميديا تيك الهيليو جي 85 المعالج برضه هيديك اداء كويس جدا ويعتبر وزائل هيليو جي 80 اللي احنا عارفينه اللي جاي في ريلمي 6 اي بس هو اعلى منه شوية بس مش هيبقى الاداء الملحوظ والمعالج ده مشكلته بس انه جاي بمعمارية 12 نانو متر يعني مستنفذ للبطارية او بيخلص البطارية طريقة اكبر من المعالج اللي جاي في الريدمي نوت 9 اس او الريدمي نوت 9 برو بس نتيلاش يا معلم لان البطارية جاي في 3 اجهزة 520 ميلي امبير بتدعم الشحن السريع لحت 18 واط وننتقل بقى معاقل الكاميرات فبالنسبة للكاميرا الامامية فريدمي نوت 9 برو وريدمي نوت 9 اس جايين بنفس الكاميرا 16 ميجا بيكسل الموجودة في منتصف الشاشة اما بالنسبة لريدمي نوت 9 العادي فهو جاي بكاميرا 13 ميجا بيكسل اما بالنسبة للكاميرات الخلفية فبالنسبة لريدمي نوت 9 برو وريدمي نوت 9 اس فالاختلاف فيهم في كاميرا واحدة وهي الكاميرا الاساسية الريدمي نوت 9 برو جاي بكاميرا 64 ميجا بيكسل اما الريدمي نوت 9 اس فجاي بكاميرا 48 ميجا بيكسل وبالنسبة لبقى الكاميرات فهم متشابهين فيها الكاميرا التانية جاي بدقة 8 ميجا بيكسل وده عشان الألترا وايد أو التصوير الواسع والكاميرا الثالثة جاي كاميرا الماكرو أو التصوير الدقيق بدقة 5 ميجا بيكسل والكاميرا الثالثة جاي بدقة 2 ميجا بيكسل وده عشان العزلة أو البرتريت أما بالنسبة للريدمي نوت 9 العادي اللي جاي برضه بأربع كاميرات في الضهر زي الريدمي نوت 9 اس والريدمي نوت 9 برو فبالنسبة للكاميرا الأساسية فهي جاي بدقة 48 ميجا بيكسل والكاميرا الثانية جاي بضكة 08 MP و زي عشان التصوير الواسعة والألتراوايد والكاميرا الثالثة والربعة جاي بضكة 2 MP واحد عشان العزل و الثانية عشان التصوير الماكروعة أو التصوير الدقيق ف برضو انت تاخد أداء مرضى من الكاميرات و زي ما أنا بقولوكو دايما الحكم على الكاميرات مش من الورق الحكم على الكاميرات من التجروة بس كأرقام على ورق الكاميراتMichaelPet A-Letera امي بودك أداء كويس جدا وزي ما رترجو الأول التلاتة رايزني بنفس البطارية، والتلاتة يدعمه جميع المستشعرات بس خلين كده أقولكテى قبل ما نروح لمساحة التخزين، ورنامات وسعر الإجهزة دي وهتنزل إمتى Legacy يلنظر achieving tdye کو هل فرق من ينزل عندنا ردมي نوت نايم برو ماكس الوصحة النامذرة وغيرت م 2012 عايز أقول لك بس רدمي نوت نايم برو ماكس الوصحة النامذرة الذي ينزل عندنا هو ردمي نوت نايم برو ماكس النزل في الصين وريدمي نوت 9 اس اللي بالفعل الحجز المسبق شغال عليه في الوقت ده هو ريدمي نوت 9 برو بس بالمسمى الصيني هي شاومي اللي اعنى نظرية في كده ان هي هبيع في الصين بالطريقة دي وهبيع في مصر بالطريقة دي فهو تشابه اسماء بس مش اكتر خلنا برضه انتقل معاكم الاخر حاجة واللي ممكن تكون انت داخل الفيديو عشانها وهي مساحة التخزين والرمات والسعر الجهاز وهينزل امتى في مصر وهالفي بديل لي ولا لأ فبالنسبة لريدمي نوت 9 برو هو جاي بستة جيجا رام مع 64 جيجا مساحة داخلية او 128 جيجا والجهاز ده سعر المتوقع اللي ينزل با 4000 ونص ال 128 ستة جيجا رام والجهاز ده لسه مش عارفين هل هيبقى في بديل لي ولا لأ لأ على ما ينزل بس دلوقتي لو ريلمي سكس النسخة اللي با 4000 ونص دي بقت بتاع 40000 جنيه مثلا زيما الشركة بتقول ان اسعارها هتنزل في المحلات عن السعر اللي اتأعلن عنه فبصراحة هتبقى ريلمي اول مرة تحط على شاومي فعلا بالنسبة لريدمي نوت 9 اس اللي الحاجز المصبخ شغال عليه فعلا فهو جاي بنسخة 64 جيجا رام مع 4 جيجا مساحة داخلية ودي سعرها 333 جنيه وبصراحة النسخة دي مفيش لها بديل يعني انت لو بيت بسط كده هتلاقي ان النسخة دي هي قيمة مقابل سعر جدا وهي اللي تشتريها بالسعر ده اما بالنسبة للنسخة الاعلى اللي جاب بستة جيجا رام 128 وسعرها 3777 جنيه فانا عندي خبر كده فعرفته من تاجر انه بيقولك سعر النسخة بتاع ريلمي 6 الاربعة رام 128 هتبقى بسعر 3700-3750 اول ما تنزل المحلات فلو الكلام ده حصل فانا شايف ان ريلمي 6 هيبقى اختيار كويس جدا هنا بالمواصفات اللي بقدمها وكمان هيبقى ارخص من نسخة الستة جيجا رام اول 128 بس انت عندك هنا هتستغنى عن اثنين جيجا رام وهتاخد بقى كاميرات اعلى وشاركة 90 هيرتز وحاجات كويسة جدا ومعالج الاداء بينهم مش هيبقى مرخوض قوي فلو فعلا ريلمي 6 نزل في المحلات بالسعر اللي بقى عليه ده هيبقى اختيار كويس جدا وشركة ريلمي صلحت كل اللي عملته في المؤتمر والسعر اللي اعلنت عنه في الاول اما بالنسبة للريدمي نوت ناين العادي اللي هيبقى فعلا مالك فئة 3000 جنيه او 2700 فالنسخة 3 جيجا رام 64 جيجا بساحة داخلية هتجي بسعر 1700 جنيه والنسخة الاربع جيجا رام 128 هتجي بسعر 3000 جنيه ده على توقع الشخصي لسه الاسعار دي ما اعلنش عنها واول من الشركة تاني عنهم هنا هعمل لكم فيديو عليهم وقول لكم رأي فيهم وهل في موبايل في الفترة دي بعد ما نزلت ينافسهم ولا لأ بس حاليا الموبايلات دي لو نزلت فبالنسبة للريلمي 6 اي والإنفينيكس نوت 7 فهو احسنهم وهي بس كده هي دي كانت كل حاجة عن فيديو النهاردة حبيتها اقول لكم اللغبطة اللي حصلت دي من شركة شاومي والتليفونات اللي هتنزل قريب الريدمي نوت ناين العادي وريدمي نوت ناين برولة اعلن عنهم وهي بس كده نزل اعمل لايك بقى وسبسكرايب للقناة وطبعين على حسابة عن استجرام والكلام الفاضي ده يلا سلام